ونبقى برئاسة الوزراء حيث استقبل اليوم رئيس الوزراء بحثة صندوق النقد الدولي ويأتي الاجتماع في وقت تعاني منه البلاد من تقشف نتيجة للأزمة الاقتصادية الراهنة حسن درمود والتفاصيل وفضي رفيع المستوى لصندوق النقد الدولي وصل إلى البلاد يترأس سعيد فقاج استقبل معالي رئيس الوزراء فاهم فتاكي البير بيس الصندوق النقد الدولي يتواجد منذ أسبوع في بلادنا وعندما خلاله مع المسؤولين الماليين وقد جاء اللقاء مع السلطات الأولية الكادية وذلك في إطار الوضع الحالي المتألغ بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الكاد كبقية دول العالم والسبب في ذلك هو تدنى أسعار الفترول عالميا هذا وقد جاءت بيس الصندوق النقد الدولي في كاد للتباحث مع الحكومة لإيجاد بعض من الحلول في تحسين الأوضاء المالية وذلك عن طريق التعاون المشترك بين جاءت وصندوق النقد الدولي لإيجاد سؤل تخفيف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا أبر رئيس الوزراء عن رضائه التهم لما يقدمه صندوق النقد الدولي وقال أن جاءت قامت بعدة إجراءات تقشفية في إطار الإصلاح المالي الاقتصادي وبالتالي يتعين على صندوق النقد الدولي إيجاد آلية لمساعدة جاءت لأجل الخروج من هذه الأزمة وأقب خروجه رئيس البيس قال ناقشنا الصعوبات المالية التي تواجه جاءت رئيس البيس اعترف بأن جاءت تواجه صعوبات نظرا لخيامها لمكافهة الإرهاب وقال أنه متعمل لما قدمته جاءت وأكد أنه سيسأى إلى جانب الشركاء الآخرين لدعم جاءت